السلام عليكم و أهلا بكم في حلقة جديدة مع أسامة هنتناول فيها ما حدث في مباراة اليوم ما بين الزمالك والمقاولون العرب لأن فيها أحداث كتير جدا وكلام كتير جدا لازم يتقال خلوني أبدأ الأول من الحالة الإنسانية يعني بغض النظر عن مدقا عاطب ومدرب زي أسوريو وأن وجوده في نادي الزمالك مهم جدا مش للنادي الأهلي وبرمز بس لكل منافسي نادي الزمالك لأن الحقيقة أنا بشوف أن الزمالك بيقدم نسخة ضعيفة جدا مع هذا المدرب ربما يكون له أفكار متطورة ربما يكون له طرق لعب وأساليب لعب مهمة جدا في كرة القدم ولكن في النهاية أنا بشوف أن أساليب اللعب دي مش مصمرة عن نتيجة أو لا تتماشى مع الكوالك الموجود داخل نادي الزمالك ولكن الراجل بيكتهد ولكن مش ده موضوعي موضوعي هو لحظة بكاؤه عند الهدف الأول الذي تم إلغاؤه بسبب التسنف احنا خدنا الموضوع بهزر لكن الحقيقة لما توصلني المعلومة والرجل يعلن أن القصة كانت مرتفطة بمرض والدته وهو في غربة بعيد عن والدته فلازم نقدر مشاعره تماما 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 لأن دي مشاعر إنسانية بعيدة عن أي أجواء فيها بعض الهزار بعض الضعبات بعض الأشياء اللي حتى لو وصلت لمرخلة التعصب لكن الأمور الإنسانية دي لابد أن نتوقف ربنا يعني يشفي والدته يعني يجمعه بيها كده وهي سليمة إن شاء الله على خير بعيدا عن قصة كرة القدم لكن نروح بقى لكرة القدم ونروح لأحداث المباراة ولقطات بالتأكيد لقطات كثيرة جدا من ضمنها الجدل التحكيمي اللي حصل والكمين اللي تعامل في أمين عمر أنا عندي قناعات إن اللي تعامل مع أمين عمر ده كمين عندي قناعات إن اللي كان موجود في الإخراج وطاقم إخراج المباراة ربما يكون عنده ميول زمال كوية الحقيقة لأن ما يحدث هو خطأ كبير جدا إن أنت تعرض صوت وصورة الحوار اللي داير من حكم الساحة لحكم تقنية الفيديو إحنا لما بنطلب ده وكانت الناس بتنقلب علينا في قصة طلب ما يتم ما بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو بس ما يكونش إلا من خلال لجنة الحكام لكن ما حدث هو اختراق واضح لبروتوكول النقل التلفزيوني أنت بتنقل حاجة المفترض إن المايقات دي تكون مش شغالة في التوقيت اللي زي ده ومنوع الاقتراب من المسافة دي عشان ما تنقلش اللي حصل وأنا شايفه بوجهة نظري كده إن هو كمين مش قادر أتبع حسن النية كمين اتعامل مع أمين عمر لكن كنت بطالب بالتعميم وطالما جماعة هتعمله الكلام ده مع الحكام يبقى الحكم رايح وعارف إن هو بيتسجله وعارف إن هو طالع على الملأ أنا ما عنديش مشكلة في ده في النهاية فيه نوع من النوع الشفائي طالما ده غير قانوني لكن الحقيقة طالما ده قانوني لكن الحقيقة ده غير قانوني وده بريدا قاله ضد بروتوكول الفار والأهم كمان إن صدر تحقيق داخل طاقم إخراج المباراة عشان السبب ده يشوفوا سبب القصة دي إيه ولكن في النهاية ما انتوا عارفين الدنيا تمشي إزاي فهتروح لقصة إن ده خطأ في الهندسة الصوتية أو أي حاجة حصلت أو ما خدناش بندها لكن في النهاية طلع أمين عمر ويال على القرى أنا مش مقتنع يا عادل لكن عادل بأرق خبراية التحكيم طلع هو اللي كان الصح إن القرى جزء منها وإن كنت أتمنى كان يحصل إسقاط إحداثيات كده على القرى والخط بشكل عمودي زي يعني تقنية التسلل كان يحسم الأمر تماما ولكن في النهاية بروح لأرق خبراية التحكيم اللي قالوا وأجمعوا إن القرى دي لمست يد الجسم بره لكن الإيد على الخط والخط جزء من منطقة الجزاء فهي رقل الجزاء هنا هروح لمحمد عادل الدقة المتناهية اللي أنت استخدمتها فإنك تتدعي أمين عمر لاحتساب رقل الجزاء صحيحة لنادي الزمالك على المقاولين العرب راحت فين واختفت ليه في لقطة طرد حاتم سكر برغم من لقطة طرد حاتم سكر سابقة على لقطة رقل الجزاء يعني كانت في الشروط الأول في ديها 48 الكابتن سامير عثمان قال لك رقل طرد مستحق ما فيهاش أي كلام طبعا أمين عمر قد أنزار محمد عادل ما رجعوش اللقطة أصلا تستشعر أن قلبك كده يعني ممكن يتاخد مع تانية رجل المهاجم المقاولين العرب في الكرة حاتم سكر اللي كانت ممكن تصيبه إصابة بالغة اللعب يعني المقاولين العرب ولكن كابتن حتى ياسر عبد الرقوف قال لك إن الكرة طرد وجوبي عارف يعني طرد وجوبي وهنا قبل من روح لسكة أصل هنا خطأ تحكيمي وهنا خطأ تحكيمي هروح للكابتن محمد عادل الدقة المتناهية اللي كانت موجودة عندك في رقلة جزاء الزمالك اللي هي على الخط لا جوة لا برة وجبت له كل الكادرات الممكنة لا أمين عمر حكم الساحة أين ذهبت من أجل أيضا إنقاذ أمين عمر من قرار خاطئ بمنح إنظار فقط لغير وليس إشهار الكرت الأحمر فين يا كابتن محمد عادل الدقة المتناهية دي لم نراها فدي نقطة صعبة جدا 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 بالنسبة لي يمكن كان فيه شك كبير جدا في هدف الزمالك اللي هو اتحسب هدف أوباما وزيزو ولكن طلعت خطوط والكابتن سامير عثمان قال الخطوط طالما طلعت خلاص الموضوع المنتهي بس أنا شايف إن إحنا محتاجين نبحث شوية في توقيت لمس يزيدو الكرة وآخر جزء من جسم المدافع وآخر جزء من أو أقرب جزء من جسم المدافع لخط المرمى وكذلك المهاجم عشان أنا بشوف إن الكرة دي فيها شك كبير جدا ولكن دي كانت جزء من الأخطاء التحكمية اللي جماهير نادي الزمالك وإعلام نادي الزمالك وقناة نادي الزمالك حاول إنه يكمل وعجبني جدا إنهم أكملوا ولكنهم تراجعوا لأول مرة الحية كملوا في قصة إنه أصلا الهدف اللي اتعادل بيه أحمد علاء هدف من ضربة مرمى وليس راكلة روكنية ويعتمدوا على إن محمد عبد الغاني لما كان بيعترض كان بيعترض على إن الكرة ضربة مرمى وإن الكرة ملمساتش طبعا جات لقطات واضحة إن الكرة لمست رجلة عبد الغاني ونزلت على رجله ولما وصلت اللقطات دي لقناة نادي الزمالك تراجعوا خطوتين للخلف وقالوا خلاص القرى من روكنية ولكن لو تتذكروا كويس قوي الزمالك قبل كده أذاق المقاولين هزيمة من هدف اتحسب راكلة روكنية على أبو الصعود اللي ملامسهاش على الإطلاق تزديدة على المرمى أبو الصعود طار لغاية العرضة الكرة أصلا بره لغاية القائم الكرة بره القائم اتحسبت روكنية وهي ضربة مرمى اتلاعبت الروكنية نادي الزمالك فاس بالمباراة فوقتها إعلام نادي الزمالك ما تتكلمش عن الحدث وده شيء طبيعي أصلا هو المستفيد من الخطأ لكن عجبني أن الأيام بتدور وبيقفوا عند الروكنية وضربة المرمى أن جون المقاولين كان جاي من الروكنية مش روكنية شفتوا بقى الدنيا صغيرة إزاي والأخطاء اللي انتوا شايفينها كانت عادية بتيجوا وقت ما بتحصل ضدكم الدنيا بتبقى صعبة إزاي كل ده كوم والأخطاء التحكماتي كوم والكمين اللي اتعامل فأمين عمر كوم وما يمارسه مترجم أسوريو من بلتجة واضحة داخل أرض الملعب لابد من التوقف عنده لابد من معاقبة واضحة وصريحة الموسم الماضي عمل نفس القصة وكان بيبلتج برضه بعد بعض المباريات وقال أصل ده ويت نايتس والقصة والريو خاد موضوعها بحماسة جديدة جدا النهاردة كان عاوز يعتدي على الحكم الرابع وكاميرات صدى البلد نشرة الكلام ده عبر معاقعها وبعد انتهاء المباراة كان عايز يعتدي على الحكم أمين عمر في اسلوب يعني لا يمكن وصفه سوى باسلوب البلطجة انت مين يا ابن ولو مش قادر تتماسك ومش قادر تفهم ان دي رياضة ودي كرة قعد في بيتكم أو ان نشوف من ربطة الاندية اللي بتطبق المعايير من أول السنة والعقوبات من أول السنة ومن أول المباراة ان لازم المترجم ده يتم إقافه لان مش ممكن كل مرة يبدأ حد يتجاوز من الجهاز الفني لنادي الزمالك مرة متحة عبدالهادي ومرة مدرب الأحمال والنهاردة المترجم والغريب ان متحة عبدالهادي المطروض جمعته الصورة مع ابراهيم نضاي اه هو كان في اتجاهه للمدرجات لكن ملوش انه يدي تعليمات لللاعب بتاعه ده موقوف يا جماعة ما دونج الموقوف سجل مش عايز متحة الموقوف يدي تعليمات لبراهيم نضاي الموقوف في نادي الزمالك شغال زي ما كان معزول وشغال تقريبا يا جماعة القصة ما كانتش قصة مرتضة لا ده هي تقريبا كده فيه بونس بيتم منحه واستثناءات بيتم منحه على طول الخط انت معزول بس شغال وانت موقوف بس بتجيب جوال وانت موقوف وبتدي تعليمات يا جماعة في ايه مراجعة شوية ومرأبة شوية للقصة دي مع حدث من مترجم سوريو خارج عن كل الاعراف الرياضية ومترجم لا يكون بدوره على الاطلاق مش قادر يمسك نفسه ويرعد في المدرج وشجع في المدرج براحك تتعرض لي كاف ماتشين في ماتشين كده كل ماتشين تحضره اكيد هتخرج عن ناس تاخد ماتشين في ماتشين لكن القصة بالشكل ده وما فيش حد بيقول فيه غلط هنا جماعة لا احنا هنا هنقول كل حاجة مع بداية الموسم كده عشان نفهم الناس العقوبات دي هتبدأ زي السنة اللي فاتت لما يلاقوا القصة صعبة عليهم في عقوبة تزا مالك يتراجوا ولا القصة ايه يكفي ان هما تراجوا الرابطة وقال لك خلاص ما فيش حسن لعب بتصويت الجمهور ما شفتقاش انا الجولة الاولى انا شفتقا افضل هدف برسي تاو ما عرفش ما عملوش الجولة الاولى ليه افضل لعب بتصويت الجمهور لغوها عشان جاميرية النادي الاهلي ماشي ايه اللي جسيد ده كلها قصة جاميرية والناس يعني ثابتوا لها بما لها ده عمجلة شك ان الشعبات الجارفة للنادي الاهلي لكن هنا بقى عقوبات هنا احترام هنا لوايح هنا قوانين فانا منتظر اشوف هل هيتم معطبة مترجم اسوريو ولا هيتم استثناؤه لان دي تاني مرة يعمله عندنا ايه تاني في المطش ده اه ده عندنا المطش ده التعادل التعادل ده مهم جدا التعادل انا راجل اهلاوي فراحت تمام التعادل وفرحة احمد علاء وانا راجل اهلاوي فراحت وعجبتني جدا لكن لما نيجي نتكلم حق ونتكلم اصول هقولك لأ انا هو كلمتك كمشجع اهلاوي حاجة يعني ريئة اهي جميلة جدا لا بيحتفل بالنسر بتاعي بتاعنا كلنا النادي الاهلي يعني ده كمشجع لكن لما تيجي تتكلم في دوابط وتتكلم في احتراف تقول لأ اللي يكقال وكابتن شوق غريب هو الصح ان انت ماينفعش وانت لايب الشعار نادي المقولين العرب تحتفل بشعار نادي اخر ده بدء زي بدء عشان احنا عاديين نحط أسس انا بكلمك كجمهور زي الفلقطة جميلة جدا ومكيفاني وحاجة ريئة لكن كأسس بقى وايطار نتعامل فيه احترافي لا ماينفعش وانت بترتدي شرط المقولين العرب تحتفل بينادي زي ما رفضنا قبل كده كتير لعيبة كانت معاربة من الزمالك لاندي اخرى وتحتفل بشعار نادي الزمالك لا يا حبيبي انت كده لا تحترم التيشرت اللي انت لابسه وبالتالي كلام كابتن شاوه غريب كان صحيح جدا وفكرة انه يا خي يجيب اللعب يعتذر جمهور نادي الزمالك كان صحيح جدا لكن الاصعب واتمنى تكون حركة اعلامية يعني حركة جمهورية فقط لغير انا اتمنى دايما يعني الاخوات يظلوا دايما متقربين جدا يعني اقرب شخصي لك كده فمحمود علاء طلع على طول جاب جمهور نادي الزمالك وانت فوق دماغ اي حد طبعا محمود علاء اخو احمد علاء مين احمد علاء اللي جاب جول التعادل في الوقت القاتل واحتفل بالنتيجة فالقصة طلع قال لهم ما يعسبكم من اخويا ده فيما معناها انت فوق دماغ اي حد حتى اخويا ده فالقصة انا عايزها تكون مفيش مشكلة محمود يعمل ده جمهيران عشان جمهير نادي الزمالك لاتنقلب عليه لان في الناها اخوف ففي التالي هيتم يعني تناوله بشكل او باخر لكن اتمنى تظل العلاقة بينهم علاقة قوية جدا 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 فالارتباط الاخوي اكبر بكتير جدا من فكرة الارتباط والانتماء لنادي كرة قدم حتى لو كان النادي ده هو النادي الاهلي بنفسه اعظم نادي في الكون دي قناعاتي الشخصية فده حدث الهدف وحدث التعادل وفوق ده نادي الزمالك مقطتين يعني بشكل واضح جدا محمد صبحي الحمد لله ان عندنا مصطفى شبير يعني الحمد لله ان عندنا مصطفى شبير كنا زمان لو كملنا خطوات التعاقد مع محمد صبحي اهضرنا 30 مليون جنيه في بضاعة كنا نقول اتلفها الهوى ده حتى كلام جمهير نادي الزمالك عنه صعب جدا 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 والحقيقة هو غير موفق بقى على الاطلاق مع نادي الزمالك لان الحقيقة كل التزديات اللي بتشاط عليه بنسبة كبيرة جدا بيتم تسجيل اهداف لدرجة النهاردة تشاط عليه تسجيلتين بين التلات خشبات انترجت يعني واحدة بالدماغ واحدة بالقدم دخلت التزديدة اللي تشاطت وما جاتش وكانت ممكن تبقى هدف ايضا لنادي الزمالك هي القرى اللي جات في العرضة فالحقيقة هو غير موفق مع نادي الزمالك هتلاق واتوقع ان عواد هيعود قريبا قريبا جدا انا ذكرنا وسيريو وسيريو كان في وقت من الوقات كان زعلان ان محمد عبد المنعم بيعمل القرى كده وللامانة انا قلت وقتها لما فيه لعب عنده عملها اعتقد كان إبرايما نضاي يعني انتقده النهاردة زيزو عمل نفس القصة في الديا 89 واللعيبة النهاردة كانت بتستهتر بالنادي المقاولون العرب يمكن الى يقاب جاء من احمد علاء بهدف التعادل ولكن لما تبقى شايف كويس قوي منافسك بيعمل ايه ومركز مع العيبتك في كربتك كانت بتعامل كده محمد عبد المنعم بيعملها يبقى الاولى انت تركز مع فريقك وتركز مع العيب فريقك وتقول لهم ما يصحش الاستثار بالمنافس ده كان يعني تعقيبي على مباراة الزمالك والمقاولين العرب بما فيها من احداث كتير جدا كنت شايف من وجه النظر ان لازم يكون لتعقيب اشوفكم على خير والاهلي دائما منتصرا الاهل فوق الگمیع سلام